السلام عليكم بعض الممارسات المسيئة والمهينة التي تمارست ضد هذه الفئتين مخصص طربوية مخصص جماعي هذه الفئتين تعتبر من الأعصاب إلى صح التعبير أن الإدارة أو لا المنظومة الطربوية فيها مجموعة من الأعصاب العصابين أساسيا هم المخصصين طربوية مخصصين جماعيين لما لهم من المهام مرتبطة بالمتعليم وبالتالي الحيف الذي يمارس ضدهم هو إدراجهم فعليا لا تنتمي نحن ننتمي إلى هيئة الطربي والتعليم كما جاء في النظام الأساسي جنج 2440 وبالتالي نرفض حجرنا ضمن هيئة الإدارة الطربوية ونحن نقول إذا كنا يدمجونا ضمن هيئة الإدارة الطربوية يعطونا الحقوق اللي كان عند الإدارة الطربوية يعطونا الإطار ويعطونا التعويضات ويعطونا التعويض التكميل هذه الرسالة العامة اللي ممكن أن نوصلها الأمر الآخر جئنا من أجل جديد بعض المطالب الأساسية نحن ننتمي إلى هيئة طربي وتعليم وبالتالي نطالب بتكريس المهم لجبيها النظام الأساسي ننتمي إلى هيئة طربي وتعليم وبالتالي ندعو إلى المماثلة في جميع المهام التي يمارسها يعني أوطر أوطر تدريس لا يعقل أن إطار ديال التدريس خرج منها سبعة عشر وأنا بقي شدني في الإدارة المهم التي انتهت بخروج آخر تلميذ بانتهاء الامتخانات صفيك وهيئة الطربي وتعليم تخرج من المؤسسات مجموعة من الإخوان ده بالآن خرجنا من المعركة ما زل بقي فيها بمجموعة من الإخوان علش علش غادين نشدهم وما زل ما وقعوش محاضر الخرج هذه اللولة المسألة الأخرى هو المسألة ساعة العمل نطالب بالمماثلة في ساعات العمل المادة العمل سبعة وسبعين المادة 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 اللي أكدت على ساعات العمل تخص فيها المماثلة ربع وعشرين ساعة في الإعدادي ثلاثين ساعة في الابتدائي وواحد وعشرين ساعة في ال.. في التنوي إلا نقصو ساعات العمل تدريسين قصو ساعات العمل لا مخصوص سن طرفوين مخصوص سن اجتماعي كذلك ما يمكنش نقبلوه إلى نصف يوم أربع ساعات على الأكثر بالنسبة للي أسوة بهايئة تدريس اللي كيخدموها يقدر سيخدموها حنا هذي هذي المسألة اللي كان طلب بها بالإضافة إلى حركة الانتقالية حركة الانتقالية يخصون حركة الانتقالية مكشوفة نطالب بأننا نتبارع على المناصب نتبارع على المؤسسات مسوطا بالأساتذة ما بغناش رأي ذي الموديل الإقليمي ما بغناش رأي ذي الموديل الأكاديمي ما بغناش رأي ذي الموديل المؤسسة علش لأنه هدول إنصاف ولش ان المدير الاقليمي بقاش ادني واحد الاقليم اللي انا ما كانت مش له او للاقليم اللي انا ما بغيتوش هذا حق حق دستوري دي لان الموظف خس انتقل في هنبغة. ما بقاش نشدني عشر سنوات كي ان يشدينو من الناس اثمان سنين عشر سنين وبقي مجدود في 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 المجموعة من المؤسسة علاش? لانه لانها لانه لانه لالقرار دي لديا دي الموذي الاقليمي كي يقول لك شهر تد تعويض مثلا. را الناس لو تعود الان را كين توظيف هات كين كين سنويا كينة ثمانمية الف الف مختصة رباوي كي يخرج. او لازلنا له مختصة الاجتماعيين على الاقل عندنا واحد. واحد الف وستمية توظيف جديد. وبالتالي كين وظائف جديدة. اذا خلي الناس تخرج خلي الناس تتعني 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 تنتقل. بالاضافة الى ماهم اخرى دي اللي غادي جي في المقرر الوزاري. نرفض رافضا تاما اي شي حاجة اللي عندها علاقة بالصبغة الادارية اللي غادي مرسوها دل الفئتين المختصين الطربويين والمختصين اجتماعي. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. نحن لسنا ستا للخصاص وما جئنا للمؤسسات علمية لكي نقلص لكم من قطة الوزار وما جئنا للمؤسسات علمية لكي نتقلد بهذه الحياة العامة لا سواء الخارجية ولا سواء الصحية واننا جئنا من اجل مصلحة الدينية واننا جئنا من اجل تجويد مدرسة العمونية لمسهومها الصحيح وليس مجرد شعارات ونعل التفيل على ذلك وهو ما قمنا به من تغييرات وانجازات داخل مؤسسات علمية بدءا من العنشطة وبدءا من المواقبات التربوية التي استفاد منها تنميش المؤسسات علمية عبر ربوع الوطن وبالتالي نوشي بالدور الذي لعبه اطار المختص التربوي والذي رغم عنه تم تكليفه بدون تجربته وبدون سابق تجربة من حياس العامة وقابل ادائها على اكمل وجه رغم عدم تكليفه وهذا بصريح العبارة يدل على ان العطار المختصات قد على انها تكون مناسب مسؤولية لتما تتحرمونا منها لا لا يمكن ولا يحقل على ان اطار المختص التربوي كتجيب له تكليف بالحراسة العامة الخارجية وكتجيب له تكليف بالحراسة العامة الداخلية بدون عيش برباء وفي اول تعيين له وكتقول له هالتكليف ولكن فاذا بي يطالف بانه يجتاز مبارك ادارة تربوية اللي هي فعلا من بعض كتعطيه وكتخول ليه على انه يكون فاتح حراسة ويكون الداخلية وخارجية كتقول ليه انك تخسر سنوات دير تجريبة وبما انه سنوات دير تجريبة عناش بالاول كتعطيه تكليف باش كتعطيه تكليف ما كتقول له السنوات تجريبة ولكن باش تخير له الاطار الى متصريك تربوي والذي يوحقون من حقوقه كتقول لله رخص كوتي عشر سنوات كتعطيه الحراسة العامة من اول سنة لتعيين له وتقول له لتغيير اطارك يلزمك عشر سنوات وبالتالي وفي هذا السدد وفي هذا الاطار نقول على ان تغيير الاطار للمختص تربوي يجب ان يكون بعد ثلاث سنوات من التجريبة بصفة مختص تربوي وليس بصفة مكلف بالحياة العالم الخارجي ونقول على ان السنوات يلزمك تغيير اطار الى توجيه والتغيير نرفض تكالسي غادي سنة سنوات وبالتالي تجريبتنا وما قمنا به تداخل المؤسسات التعليمية كي احتيكم رسالة باننا نقاسين على المناصر دي المسؤولية وقد قلت لكم ان نفساري فينا هنا فهو عند مصر نفساري فينا هنا فهو عند مصر واغلب الاطار لدخلات المباراة دي الاطار المختصة فهي وطر حاملة للشواهد العليا ومستحفة تكون في المناصر المسؤولية نقول على ان الملحقين في معنى التسقيق عادمة بمثبت وما يقارب او ما يفوق عشرين سنة من المعادات في الهندات المسؤولية عشرين سنة من المعادات عشرين سنة من المنعمة غير اطار عشرين سنة من المنعمة غير اطار بمهان ليخارج عن اتصاصة ديالهم والآن ستجي عضو مختصة جديدة لمباراة ودي مباراة الكتابية وشباة شباوية وتكويلات مما يقارب السنة والسنتين والتدريبات ميدانية وكتجي بالآخير وكتجي بالآخير وكتجي بالآخير وكتجي بالآخير كاتلا وانطور نسوي كاين عباسي عمل وطوع وشيك ووجهة ووجهة الكتار جميع واصلتنا وينان رأيك بودة تحية نيضالية معكم المختصة التربوية من وداع الدو وحيي اليوم المختصين التربويين والاجتماعيين الذين تكبدوا عنها الصفر ليأتوا إلى وقفة الكرامة أمام الوزارة ليقول السيد الوزير كفى استهتارا بهذه الفئة الحفاظ على المكاسب التي جاءت في النظام الأساسي الحفاظ على ما سطر في النظام الأساسي الحفاظ على اتفاق 26 دجنبير الحفاظ على المهام التربوية التي أسندت لهذه الفئة وليست إدارية ما جاء في المقرأ الوزري الآخر نرفضه رفضا باتا لأننا فئة تنسب أو تصنف حسب النظام الأساسي الجديد إلى هيئة التدريس وبالتالي هذه الفئة لها مهام تربوية التي ذكرت منها المواكبة التربوية منها تنشيط المكتابة منها الإشراف على المختبر ومنها التربوية والمدومة ومنفة الغياب ومجورة فلسنا معنيين بهذه المهام ونطالب كذلك بحركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات إسوة بهيئة التدريس ونطالب كذلك بخمسمائة درهم التي لازلنا نطالب بها للمختصين تربوين وتحية المختصين تربوين الذين عانوا وكبادوا عناء السفر ونقول سيد الوازير يجب الالتفاة لهذا الإطار هذا الإطار عنده واحد جويد داخل المؤسسات التربوية من الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات التربوية وبالتالي يجب الالتفاة لهذا الإطار وتحية لكم من هذا المنبر ونستنكر الطريقة التي تم توقيع لها محادي الخروج في الوطن المختصية ومعز حيث وجدنا عندنا مجموعة من المديريات كمقوا مديرية في السفر تم تمكن الوطن المختصة من توقيع محادي الخروج لهم بحيث نجد مديرية أخرى رفضت أن توقع أن تسلم التوقعات أو أن تمكن الوطن المختصة من توقيع محادي الخروج مع هيئة التربية والتعليم ومع أطر التدريب ما هذا التضارب داخل جهة واحدة وما هذا التضارب داخل مجموعة من الجهات فنجد مثلا جهة الريباط سيدي قاسم أطاق الأوطن المختصة على أن يوقعوا يوم 17 يوريج مع أطر التدريب في حيث القاومة مثلا مديرية سيدي سليمان مديرية الريباط